ما تزال عطلة مجلس النواب التشريعية محل انتقادات لدى الأوساط السياسية في ظل غياب حراك سياسي حقيقي لحل الملفات العالقة تمهيدا لالتئام جلسات مجلس النواب حيث ترى الكتل السياسية أن العطلة التشريعية أدخلت الجميع في سبات تشريعي ونسفت جهود الحوار الرامية إلى تنفيذ الإصلاحات والتصويت عليها الدعوات التي أطلقها السياسيون بشأن أهمية عقد جلسات مجلس النواب وإيجاد حراك ناشط لتجاوز التحديات الراهنة تؤشر عدم وجود أي نية جدية لحل الملفات العالقة ما يحمل الجميع مسؤولية عقاد الجلسات بما ينسجم مع التقدم الكبير في الجانب الأمني في وقت أشر مراقبون للعملية السياسية سلبية أداء البرلمان في ظل انقسامه قبل الأزمة واصفين الوضع الحالي بأنه انعكاس للعلاقة الحقيقية بين الكتل السياسية وأعضاء البرلمان وتأتي هذه الانقسامات في وقت ينتظر الجميع فيه قرار المحكمة الاتحادية لحسم الخلاف الحالي بشأن شرعية رئاسة المجلس خلال الفترة السابقة في ظل تباين للأراء بين الكتل السياسية بشأن الجهود الرامية لحلحلة الأزمة الراهنة بالتزامن مع الحوارات والنقاشات بين وفد البرلمان ونواب جبهة الإصلاح التي كانت عقيمة ولم تثمر عن شيء لغاية الآن